سؤالي بدايةً دي كنتم الاتنين. سؤال عام جد. هل منتخب جيبوتي ده المنتخب السهل جده اللي احنا زي بيقوله كده تعبير الشهير نكساوب رجل واحدة ولا لأ نعمل حسابنا وهو منتخب حطير. طيب تحب تبتدي مين؟ ماشي يلا مين. طبعا انا كريم منتخب مصر لو ما تأهلش كاس العالم او لعيبة مصر ما تأهلش كاس العالم اللي عيبة دي بتهزر. كل اربع سنين كان بيبقى التأهل لخمس منتخبات المرة دي موضوع جالك بسهولة جدا تسعة منتخبات. ماشي. وكلام ده بنقوله بناءا عليه? بناءا على معتلات كتيرة جدا. ان منتخب مصر جامد ولعيبة مصر لعيبة جامد. ومدرب محترم. ومدرب طبعا مدرب كبير جدا. تتكلم علاقة محمد الشناوي واحد من افضل تلات حراس مع ياسين بونو. ده في خط المرموع ياسين بونو مع ميندي. تتكلم عندك محمد عبد المنعم تقريبا افضل مدافع قري داخل القرى محليا موجود. بتتكلم على نص ملب عندك بروفيلات مختلفة كتيرة جدا. تلاتة اللي قدام بقى. محمد صلاح واحد من افضل خمس لعيبة في العالم. عمر مرموش واحد من هدفين الدور الالماني بستة اهداف لحد دلوقتي في حوالي تمن او تسع مباراة. بتتكلم في مصطفى محمد اللي مكسر الدنيا. بقى خمس اهداف لحد دلوقتي معنا انت. فانت بتتكلم في فريق جامد. ولما تيجي تتكلم على المجموعة نفسها. لو نستعرض دلوقتي يا كريم. تصنيف بتاع المجموعة التصنيف الدولي. ونشوف القيمة التسوقية بتاعت الفرق. تعرف ان المنتخب مصر في حتة تانية. هتيجي تقول لي طيب ما بوركي نفسه. ممكن يكون منتخب جامد. مع احترام الكامل. انت بعدت عن كل المنتخبات اللي ممكن تعمل لك مشاكل. طيب. يجي هنا نتكلم على دي المجموعة بتاعت منتخب مصر. عندنا ست منتخبات. منتخب مصر قيمة تسوقية بتاعته. هو اعلى قيمة تسوقية في المجموعة. مية سبع واشين مليون يورو. تصنيف العالمي بتاعه. الخمسة وثلاثين على العالم. يجي بعده على طول. منتخب بوركي نفسه. عشان عنده محترفين كتير. مية واثنين مليون يورو. والترتيب بتاعه الستة وخمسين على العالم. من اول غينيا بساو. لحد تحت غينيا بساو. اربعة وعشرين ونص فقط مليون يورو. ترتيب بتاعه المية وعشر العالم. حد دخلنا في المئات. تكلم على سريليون. ستة مليون يورو. ترتيب بتاعهم مية اتنين وعشرين على العالم. السيوبيا اقل من تلاتة مليون يورو. ويمكن اقل كمان من اتنين مليون يورو. ترتيب مية تلاتة وعبين على العالم. ومنتخب جيبوتي اللي منتخب مصر يلعبه غدا تقل برضه من 3 مليون ترتيبه 189 عالم فانت قولي كده يا كريم لما نبص على المجموعة مين اللي ممكن يعني يحكم على منتخب مصر هو المنتخب بوركي نفسه فانت بتتكلم من منتخب مصر مع احترامي كامل لكل اساميل لازم منتخب مصر يتقل المجموعة دي من اول الجولة الستة او سبعة ما انتظرش حتى للجولة التسعة فده اللي احنا بنتكلم فيه المعطيات اللي موجودة عندك يا كريم تقول ان منتخب مصر لازم يتقاهل لكاس العالم من غير بقى لا تطلع تاني وتخش في تصفيات تانية ولا الكلام ده كله فالمنتخب مصر ما تقاهلش او منتخب مصر عقرب الدنيا والبداية مهمة جدا البداية مهمة جدا ليه لو تفتكر مثلا كاس عالم الفين وعشرة مباراة مصر وزنبيا كانت في مصر خصة واحد واحد دي اللي عقربت الدنيا في اخر التصفيات وكان لازم تكسب الجزائر بفرق اهداف وكان لازم تكسب زنبي هناك وده اللي حصل عشان كده بقول لك يا كريم منتخب مصر بداية بتاعة بكرة مهمة جدا جدا منتخب جيبوتي في المتناول لو نستعرض سريعا قبل ما اخلص كلامي منتخب اه منتخب جيبوتي انا التشكيلة بتاعت منتخب جيبوتي في اخر مباراتين. يلا. طيب ما كان بلعبوا موريشيوس في مباراة والمبارات التانية كان بلعبوا منتخب الباكستاني الغير مصنف تماما في اسيا وكسب تلاتة واحد. انا عاوز اقول لك ان هنا اللعيبة بتاعة اه منتخب جيبوتي انا بس عاوز اركب اركز على لعيبة ارتا سولار عشان ده الفريق اللي احنا شفناه. هنا ده سعيد اسمان ده المساكل اللي موجود في ارتا سولار. الباقي كله. الخط الهجومي بخط الدفاع بخط الوسط. نشوف السورة اللي بعدها. هتلاقيهم كلهم ارتا سولار. ست لعبين من المنتخب القوام الاساسي بتاع منتخب جيبوتي من ارتا سولار اللي نادي الزمالك. اه عمل شوية مشاكل معنات زمالك كشة في مبارات الزهب. ولكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب منتخب قوامه ارتا سولار. مش بقى هتلعب الاهلي وتلعب زمالك بتاعب منتخب مصر بكل النجوم دي. فالنتيجة قولا واحدا بكرة ومش واحد سفر فقط. انت انا سمعتك طبعا في الانترو بتتكلم. يا عام. يا عام حاجة نكسب. ايوة بس يا كريم انت دلوقتي منتخبة قوي جدا جدا. وعندك اسامية قيلة جدا. فاتوقع ان شاء الله منتخب مصر يحسم اتاهلوا من جولة السبعة.